وخليك عادي وابتدي من جديد أكبر انها ابتدائها من جديد ابتدت من جديد بقى والتفانة ألعب بقى وبعد كده طالع معايا الشازلي كملنا بعض برضك ومن ساعتها بقى وإحنا في الدرقة الأولى والمجهود والتعب والعرق أنت لو شمية الأرض دي هتلاقيها عرقنا فيها يعني تعبنا فيها قوي لإحنا هقول لك على حق غريبة المدرج دوت أمن ما يدني كنا بنجي محمد سماعين الله أرحمه كان رئيس نجي تقسنا في الورش كان بيدينا شكاير رمل ونروح نحط ونبني المدرج يعني أنتوا كمان اللي بنيتوا المدرج مدرج كنا بناخد بعضنا ونبني مع الأجمال ونشيله ونحطه يلا يعني بنيناه بمنطقة الأمانة بنيناه يعني زي ما صناعتوا تاريخ الترسانة برضو يعني ساهمتوا في بناء نادي الترسانة ملعب الترسانة فكان بنمرج لسه ما تعملش فابتدينا نحط المنشيلة بتاعه ونجري ونعمل وكنا فرحانين بنينا بنعمل حاجة تعملوا بيتكو أه والحمد لله والله يعني إحنا تعبنا وبنينا حتى في الترسانة بنينا وتعبنا فيه ومصاباتنا قد قلت لي أنا بقولك لو شميت المنعب لقي عرقنا فيه كنت جيل محترم وجيل عظيمة كابتا فالحمد لله الحمد لله كان المدرج الأول كان مليا كان كامل مدرج الأول كان كامل مدرج الأول كان كامل مدرج البنيناه أه مدرج البنيناه ده بقنا ناخد الرمل على والشكاير ونطلع به ونحطها والله رحمه عبد الحمد السماعين كان رئيس الولش الأمريقية وهو اللي كان بيقب باشا العملية يجي بمدال ما يروح شغله يجي الصبح هنا واحنا نعاديين نعمل العملية ده هي وربنا والله مش هادر أكثر أقولك إن الحمد لله فاكر شكل الملعب هنا مع أول مباراة وكانت الجماهير قفلة السادة الترسانة وملعب الترسانة ما أنا قلت اللي أه هقولك أنا ما ماتش تونطا آه والترسانة آه وللأسف الماتش ده ده غلاب ماله غلاب ماله غلاب ماله 4 تلاتة كان أهم محمد طوفيق ومش عارف مينه كانوا فرقة كويسة تونطا يعني آه وإحنا ما كانتش مماشية معانا فا وأول مباراة ليه عبد الحق أولى فا ازعلت ودايقت وفاعمشي ومسكنا قال لي ولا تزعل ولا تعمل انت كويس والماتشات اللي جاية أحسن وشدة حيبك والحمد لله سمعت كلامه وربنا وفقني بقى في الماتشات اللي بعدية فاكر أول مكفأ ليك يا كابت المصافة في نازي الترسانة كانوا خمسين قرش خمسين قرش كانوا خمسين قرش ده ده في الدرجة الأولى إنما الأجبال ما كانش فيه كون بيد دونا سندوتشين وزيزي كاكولة بحالة المكسر في حتى المكسب وكنا بنلعب يعني مثلا في الصبح من العشر اللي حتاشر من وصف التناشر اللي هي الستاشر سنة وكان يقعدوني أنا والشاهزة الله أرحمه نلعب التمنتاشر سنة الساعة ثلاثة عووا مع الفرق كلها فكنا بناخد الأكل بتاعنا اللي هو سندوتشين والزيزي كاكولة وبعدين يدونا مركة تاني بواجبة تاني كنا بنقسم هو سندوتش وانا سندوتش ونقسم الزيزي كاكولة عشان نلعب الماتش اللي هي الثمانتاشر كان علاقة يعني حياتك بتكلم دايما عن كابتن حسن الشازلي علاقة عمر وبيلات وحياتكم من بدايتها وكنت يعني أخطر من أول ما دخل النادي أخطر سنة في تاريخ الكرة غزيت نمو هاجمين ماشاء الله يعني حاجة كمان يعني كنت هدفت دوري سنتين في الستنات عايزة تكلم عن الفترة دي؟ هقول لساتك حاجة هو يعني إحنا يعني اللي نفعنا إن إحنا كلنا كل بيجي بجوان حتى الله رحمه ورحمة الخليلي كان بيجي بجوان حتى محمود حسن كان بيجي بجوان إنما اللي فرقت معانا إن أنا والشازلي أكتر لإن إحنا كنا ثنائي اللي بيوصل للجون على طول كانش عندنا أي وقت أي يعني نشوف الثمانتاشر جلنا حالة هول لازم نجيبه هول بقى الهدف دلوقتي عملة ندرة دلوقتي اللي بيجي بجوانهم إلى اثنين أو ثلاثة بيبقى هدف خلاص هم عايزين كده خلاص بقى هدف فاكر أحلى وم أحلى مباراة لأتها يا كابت المصدفة كانت إيه؟ بص أنا لقيت الأحلى وجبت فيهم جنين جنين ماشي الإسماعيلي هنا هنا في الملعب هنا كل مغلوبين جون وبعدين جالي كورة من نص الملعب هنا وكان عب ستار الله يرحمه فأطلعت فوق بعد نص الملعب بشوية وتعملها بلفة برجلي وأنا بوهرج الجون في التمانية جون عنصر وفاجأة والمهارة يعني تنق عمل كده بص بس وبعد كده جي جون كورنا وقاية واردت قاطع وروتعمل أبو الشرجلي في الزو قرابة كنت أحلى بباراة لها؟ أبناها كان دميلة جان تفتكر كمين جل سماعيلي وقتها؟ الله يرحمه رضا والله يرحمه شاحته ويستربوش ومين تاني يا ربي والعربي يعني اللي هقدر يصير دي اللي الزهب بتاعهم يعني ما في الشك طبعا كان رضا الله يرحمه حدة تلعب خراف وفيه ازايه حصل يعني صراحة يعني وميه درويش وأميره أي فرقة بتلعبوها وقتا في الدوري كل فرقة عندها عشر نجوم كان الفرقة أنت ماشى فرقة انت ماشى الفرقة كلهم نجوم كلهم نجوم كتبقى الدوري الماتشي ده اللي بعده أجمد ما كانش فيه في النص حاجة قليلة عايزة قف عند حتة هدفة دوري سنتين دي حاجة مش سهلة يعني حاجة مش سهلة الترسانة وفيها الموهبة اللي طلعها كمت المصاففة وياخد هدف الدوري سنتين في استناد ده انجاز. ده 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 هدفة. باك احنا لو بقى بشوف العب دلوقتي بيجيب خمس اهدف. منشوف العبين بعمل ايه. ده 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 احنا الهدفين. انما احنا كنا كل سنة كلية برضك. لو الشجزة اخد يبقى انا اللي هي جاب تمنتاشر جول. اه. بعدين. اه. اه. لبعديه مسلا هو جابا اتلى حاجة وعشرين اه بقى انا عشرين. اه. فحصلتنا مية تمانية واربعين. مية تمانية واربعين حاجة. اه. اه. كنا بنجيب بجوان برضك يعني مش 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 هدفين وخلاص موسم وخلص لا. كنا بنجيب بنجيب. طب وانتو بتسجلوا اهداف وحاك بتاخد يعني هدف الدوري سنتين انتو بتاخدوا برضو بطولات. يعني. خدنا بطولة الدوري اه خدنا بطولة الدوري اتنين وستين تلاتة وستين. اه. 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 وكاس اه سبعة وستين. اه. وكاس اه. حاجة وستين برضك يعني كاسين. هيا دي الفترة الزهبية التي ترسنها. الحمد لله. الستينات. الحمد لله. اه. 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 بتفكرنا كنت نحصنا باب الرجيل وبتفكرني وتخليني اه. اه. يعني. احسعيت في نفس الوقت. وحزينة على النادي الترسانة اللي هو فيه دلوقتي خلي بقى كابتن حاكي بتقول رسالة اللجال الجاية في نادي الترسانة انتوا صنعتوا تاريخ كبير في الترسانة ومش صنعتوا تاريخ بس في الكورة لانتوا كمان سهمتوا وانتوا بتبقوا المدرجوات في بيتكم فدي رسالة وأمانة اللجال الجاية ربنا يكرمهم يا رب ويسمعونا ويبقوا مخلصين للنادي لازم مخلصين لازم لازم الولاء فيه الولاء مش موجود احنا كنا عندنا ولاء للنادي ما ناخدش حاجة بس نكسب ونلفع النادي فوق وحاجة بتقول يعني لنا ولاء للنادي وبند النادي ومش مستنين ناخد من النادي ايه كسط الستمائة جنيه السلفة طيب كابتن بصفر يادا اللي سلفها والله ده أيام الدوري ما وقف وابتدى يرجع تاني كنا راحيني السويس والله رحمه عبد الله وحبي اه كان سكارتير النادي اه فبيقول يعني محدش معه فلوس وبتاع والحاجات دي كلها قلت له انا معايا ستمائة جنيه ينفعوك قال له هاتو وروحت البيت جبته اديت هملو اجر العربية وادأكدنا وروحنا قابل الماتش وكسبنا وجيه جابي قلت له خليهم بغاية قاعدوا سنة وادوني ستمائة جنيه وجواب شكر بعد سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة بعد موتش الاهل اللي حصلته فيه ربعوة عشر الاهل اه 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 اه